لمين بقى الكلام ده يا عبده؟ مين اللي هيوسع الصراع في المنطقة وليست مصحة المنطقة؟ لمين يعني؟ وحذرت مين قبل كده؟ الجماعة اللي واقفين على البحر يعني اللي هم اللي بينقذوا الغرقة هم دول اللي بيبيعوا كالخرطيش؟ انت حذرت مين؟ مين اللي هيوسع الصراع؟ ايا كان بقى السيارات جاية من مين؟ الطيارات المسيارة؟ فانا حذرت قبل كده؟ انت مش عايز تقولها ليه؟ انت جايب ورا ليه قوي كده؟ ومالعينك مكسورة قوي مش بيجح يعني؟ مين اللي انت حذرته من اتساع الصراع في المنطقة هيدر بالناس كلها؟ دول مين؟ مين الدول دي؟ وجبت منين العقل الجميل قوي ده؟ اه انا اقولك بقى اذا كنت بتكلمنا احنا بالرسالة دي؟ فاحنا مبدئيا ملناش حاجة ملناش صوت خالص يعني يعني اتطمن احنا شعوب عاجزة احنا شعب عاجز ات بتكلم مين بقى؟ احنا شعوب عاجزة ما فيش غير لسان ده اذا اللسان انت قطعش فاذا كنت بتكلمنا احنا عشان جوانا غضب مكتوم فما تلاقش قوي يعني انما الفكرة دي جايبة انت من مين بقى؟ جايبة من الصهيوني ابراهيم عيسى فكرة ان احنا الشعب غضبان وبيطالب بتحرك وبيطالب بسحب سفير وبيطالب بحاجات ومزايدات الفكرة دي مش بتاعتك دي بتاعت الصهيوني ابراهيم عيسى الذي يردد نفس الرواية الصهيونية ابراهيم عيسى الذي يطالب الشعوب انها تخرص ابراهيم عيسى وخالد منتصر بيرددوا نفس الرواية الصهيونية واحد يقولك ان الحمقى هم اللي ودوا المنطقة او خلوا غزة تضرب ودي رواية الصهيونية ده خلوا منتصر ما هو من يردد اي حاجة صهيونية فهو صهيوني لان انت هتتعرف منك صهيوني من البطاقة بنواشمع على صدرك بانك بتردد بنفس الافكار الصهيونية لما يطلع خلوا منتصر يقول انه غزة تحترق ودموعنا لا تجفه ولكن الذي ادى الى ذلك هو الحمقى الاغبياء على حماس ما دي نفس الرواية الصهيونية هكذا ينطق بايدن هكذا يدعي رئيس وزراء بريطانيا هكذا يدعي ماكرون هكذا يتدعي كل الصهيونية في العالم بانه سبب ضرب غزة هو حماس نديره صهيونية بامتياز فبيردده خلال منتصر يبقى صيوني الاخ براهم عيسى طالع يقول نفس الكلام بتاع الغضب والمزايدات والحاجات براهم عيسى قال الكلام ده على فكرة سيسي واللي انا اللي بقول دايما انه عراب افكار السيسي وقلت لزمالي الكلام ده من سنين انه هيكل كان عراب او الراعي الفكري لعبد الناصر موسى صبري كان الاستاذ بتاع سادات مكرم محمد احمد واخرين كانوا بتوع مبارك النهاردة بقى احنا العراب بتاع السيسي هو براهم إيسى لانه جملت بقى الغضب وحالة الغضب والمزايدات في الغضب ده قالوا براهم إيسى من كم يوم وروجله او عمله ريتويت ايدي كوهين يا فرحتك يا براهم يا فرحتك نشوف كده براهم إيسى بيكلم على المزايدات المزايدات اللي شايفها براهم إيسى ايه طرد السفير الإسرائيلي اصبح مزايدات عند الصهيون براهم إيسى اسمع يعني يبقى ده لك رأي او موقف لا لازم تزايد على الاخرين لو قال رأي مش عاجبك فانت تزايد عليه يعني لو قالك يا جماعة احنا لازم يعني نقف جنب فلسطين فالتاني يقولك نقف جنب فلسطين بس نقف جنب فلسطين احنا لازم نموت عشان فلسطين فهي واحد تاني يقولك نموت عشان فلسطين خلاص يا المسألة وى كده لازم نتحرق عشان فلسطين ونقف جنب على بعض كده كل مزايدات فهيو يقولك ها انا ساحب السفير ساحب السفير بس ولازم يترد السفير ويقولك ترد السفير بس لا لازم يشعرف ايه لاجحة وبعدين يا اخي انا متضايق عشان اللي بيخصص الناس متضايق تقول له على فكرة يا مشاب ده أنا شفت فيلم تشوف فلم تصرق على فلم وقد ده بتقط هو فيه إيه يا معا المزايدات كده بقى طول الوقت طول الوقت في كل حاجة وفي أي حاجة لأولا طبعا المزايدة ده أصال عجز ما فيه شك يعني الحقوق الشعوب عاجزة والله ده ما كان رأيي إبراهيم عيسى في 2008 وأنا عندي رأيي إبراهيم عيسى في 2008 في اعتذاء إسرائيل على غزة وكنت هاصل عليه بارح عندي رأيي إبراهيم عيسى في 2008 عندما أهنت كل الحكام العرب في ضرب غزة برضو في ضرب غزة برضو برضو كانت غزة وبردو كانت حماس وبردو كان الإسرائيليين وبردو كان المجتمع الدولي وبردو كان الحكام العرب وانت مسكت الحكام العرب وقتهم مسحت بيهم الأرض واتهمتهم بأنهم ما يقدرواش يعملوا حاجة لأن وجودهم على الكراسي بموافقة إسرائيلية أنت اللي قلت عنهم كده النهاردة بارحيم عيسى بقى بيشتم الشعوب بيقولك الشعوب بتزايد والأخ خالد منتصر طلع يروج للرواية الصهيونية طلع يقولك عيوننا لا تجف الدموع فيها هل تبقى كده أهو؟ قلوبنا تنزف ودموعنا لا تجف الضحايا الأبرياء الذين ورطهم الحمقى الأغبياء نفس الرواية الإسرائيلية بالضبط نفس الرواية الإسرائيلية ولا أجد أبلغ من رد السفير الباكستاني عليك يا خالد اللي مرمض بالسفير الكندي الأرض في القصة دي مرمض مسح به الأرض في المجلس الأمن نفس الرواية والسفير الباكستاني جابهله بالأرقام انتوا اللي بتستفزوا حماس أو بتستفزوا الفلسطينيين من تصرفاتكم في المسجد الأقصى في الشيخ جراح حي الشيخ جراح في الممارسات اللي بتعملها السلطات الإسرائيلية وهل كان قتل شيرين أبو عقلة على الهواء مباشرة كان برضو سببه حماس يا خالد هي الرواية الإسرائيلية هي مش الإسرائيلية الصهيونية انه السبب في اللي حصل بالله الدنيا كانت ماشية كويس بس حماس يوم 7 أكتوبر اللي عملته حماس خلى الإسرائيلين تضايقوا هي الرواية الصهيونية لكن بقى اللي قبل 7 أكتوبر كل الممارسات اللي عمتها إسرائيل من قتل المرسلة شيرين أبو عقلة والاعتداء على جنازتها من ممارسات إسرائيل في المسجد الأقصى ما فيش حاجة خالص حي الشيخ جراح والمستوطنين يطلعوا ياخدوا البيوت الناس ما فيش مشاكل خالص من تمدد يا أخي من أصله 1993 اللي كانت بتنص على وقف بناء المستوطنات اللي زادت في 2017 إلى نصف مليون مستوطنة بعد 93 مايتكلمش مايتكلمش خالص مايتكلمش خالص مايتكلم على إيه هو حماس هي حماس فإذا لما السيسي يطلع يقولك على فكرة إبراهيم إيسا بيقول مزيد على الحكام يعني رأي السيسي هو رأي إبراهيم إيسا المطلوب إن إسرائيل تضربك بالألم اثنين تلاتة أربعة خمسة وتقتل منك ناس وتصيب ناس وإنت ما تتكلمش لأن أي كلام ديك هيبقى مزيدة واللي ما حد يتكلم تقوله الحكمة الرجد التعقل بلاش مزيدات وعادي إسرائيل تخترق أجوائك المصرية وتسقط أهداف معادية لها فوق مصر بدون أي اعتبار للسيادة المصرية زي ما أثبتت منظمة سيناء بتقوله تحقيق منظمة سيناء بتقول تحقيق هتتكلم هتبقى بتزايد هتقوله فيه اختراق للأجواء المصرية يقولك كفاية مزيدة بقى عادي جدا المطلوب إنك ما تتكلمش لأنك لو تكلمت لازم تروي الرواية بتاعت خالد منتصر اللي هي الرواية السعونية اللي هي غزة كانت كويسة دي غزة دي كانت باريس الشرق قبل 7 أكتوبر بعد 7 أكتوبر وبسبب الحماس اضطرت صائفة دكاة أما هتعمل إيه